اشتركوا في القناة بدنا نتحدث عن الكركم الكركم انتشر عليه منشورات كثيرة جدا امور كثيرة جدا والناس ما بتعرف اساليب العلاج الصحيحة في الكركم او المادة المستخلصة من الكركم وهي الكركمين فنبتدع بحول الله ونتكلم عن بعض الوصفات التي جربناها للكركم وان شاء الله انها تكون مفيدة الكو اولا لمحاربة الكلف اذا الكلف اللي بيظهر في الوجه خاصة اخواتنا النساء اللي بيحبوا يجربوا الكركم ان شاء الله انه من المجربات وممتاز جدا هذا الكركم الكركم وزيت الزيتون شو منعمل كيف الطريقة مناخذ ملعقتين زيت زيتون مع ملعقة من الكركم المطحون منسخن الزيت نسخن الزيت على نار هادئة ثم نضع عليه الكركم ونضع منه على مكان الكلف ونتركه لمدة ربع ساعة منعمل منه ماسك على الوجه اذا منا نعمل الخلطة بكمية اكبر منزيد الكمية بحيث انه تكفينا نستخدمها لمدة اسبوع اسبوعين كما بتحم لكن بما انه زيت الزيتون متوفر والكركم متوفر فاحنا بنعمل على القدر لو اخذنا فنجان زيت زيتون مع ملعقة كبيرة من الكركم سخننا هذا فنجان زيت الزيتون على النار تسخين على نار هادئة ومن ثم اضفنا الكركم وقمنا بتحريكه اثناء التسخين وتركناه يبرد منحركه منحركه لحد ما يبرد ومنعمل منه ماسك على الوجه منتركه لمدة ربع ساعة ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر واذا فيه صابون التقشير ممتاز جدا عندك صابونة كركم ايضا تباع بالاسواق اغسل بالصابون صابون الكركم ممتاز جدا منكرر هذه العملية يوميا وان شاء الله انه هذا الكلف بيختفي نهائيا يزور نهائيا الكركم لتفتيح البشرة الان منا نستخدمه لتفتيح البشرة طبيعيا ملعقة من زيت الزيتون ملعقة كركم ونصف ملعقة حليب بودرة حليب بودرة نصف ملعقة طريقة الاستخدام نخلط المكونات مع بعضها ملعقة الزيت الزيتون مع ملعقة الكركم مع نصف ملعقة من الحليب ونضعها بدون تسخين بدون اي شيء ونضعها على البشرة ونتركها لمدة عشرين دقيقة الى نصف ساعة ثم نغسلها بالماء الفاتر والصابون انا بفضل الصابون البلدي اللي احنا نسميه النابلسي صابونة الجمل صابونة النعامة ما فيه اي صابون عربي موجود ممكن نغسل فيه ما توفر مغسل بالصابون المتواجد في الاسواق ايضا من استخدامات الكركم يستخدم لترطيب البشرة يستخدم لترطيب البشرة المكونات ملعقة من زيت الزيتون نصف ملعقة من الجليسارين السائل ونصف ملعقة من الكركم نخلطها مع بعضها البعض ونضعها على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر والصابون اذا هذه الطريقة ممتازة جدا لترطيب البشرة ايضا الكركم والحنة لتفتيح البشرة ملعقة من الكركم والحنة لتفتيح البشرة المطحون ملعقة من الحناء المطحونة وملعقة ماء ورد وكله يباع عند العشاب او عند العطار طريقة الاستخدام نمزج المكونات جميعا حتى تتشكل عنا عجينة ومن ثم نضع منه على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر والصابون نكرر هذه العملية يوم بعد يوم وانا بفضل كل اللي ذكرته عن استخدامات الكركم وزيت الزيتوم ياريت انه نكررها يوم بعد يوم يعني لو ثلاث ايام في الاسبوع ممتاز جدا وبعطي نتائج ممتازة جدا جدا نأتي الان لازالة الهالات السوداء وخاصة الهالات السوداء اللي بتتواجد تحت العيون خاصة عند النساء او في المناطق الحساسة ملعقة من الكركم نكتب المكونات ملعقة من الكركم ملعقة من الفازلين الطبي وملعقة من ماء الورد اول شي بنعمله نذيب الفازلين بحمام مائي ساخن ونضيف اليه الكركم وماء الورد ثم نضع منه على الهالات السوداء تحت العينين ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسله بالماء البارد والصابون ممتازة جدا اللي بيسأل كيف يعني حمام مائي يعني منجيب مي منغليها على النار لحد ما تغلي بعدين منجيب الفازلين هذا في وعاء ونضعه داخل الماء اللي بغلي يعني من مخار الماء بصير عنا حمام ماء ساخن اذا نذيب الفازلين بهذا بواسطة الحمام المائي الساخن طيب لازالة الشعر كيف منا نزيل الشعر خاصة الشعر الزائد وفي كل اجزاء الجسم الكركم نأتي بملعقة من الكركم ومن ثم ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت جوز الهند طريقة الاستخدام منمزج المكونات جميعها مع بعضها جيدا ومن ثم نضعها على المكان المطلوب ونفرك بشكل دائري وسنلاحظ ان شاء الله ان الشعر سيبدأ بالتساقط ايضا الكركم يستخدم لتقشير البشرة المكونات ملعقة من الكركم المطحون ملعقة من زيت الزيتون نصف ملعقة من عصير الليمون نخلط هذه المكونات جميعا مع بعضها البعض ونضع منها على البشرة مع التدليك بشكل دائري اذا التدليك بشكل دائري حتى انه نقشر البشرة ونتخلص من الخلايا الميتة نتركها ربع ساعة ومن ثم نغسل الوجه بالماء البارد والصابون هذه استخدامات الكركم مع زيت الزيتون لمعالجة مشاكل البشرة نتمنى من الله ان تكونوا استفدتم من فوائد استخدام الكركم وهي من المجربات وتدعى من مجربات الطب البديل زمان جداتنا كانوا يستخدموها ما كان فيه صالونات تجميل ولا صالونات حلاقة ولا تزيين ولا كان فيه المستحضرات الموجودة الآن التي تباع جاهزة ممكن تستخدمها لكن كلها كيميائية هذه مكونات طبيعية مئة بالمئة وان شاء الله مفيدة وما بالضر نهائيا لا تنسونا بالاشتراك في القناة دعم المقطع باعجاب اذا عنده حدا جرب طريقة من هذه الطرق ياريت يكتبوني اياها بالتعليقات ان شاء الله ابقوا معنا في الحلقات القادمة من برنامج مجربات من الطب البديل دمتم بود السلام عليكم